ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القطف بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمت والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك كما أتمها كما أتمها وعلى أذويك من قبل إبراهيم وإحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من دعبه قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتفقه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبادا ما لك لا تأمن ما على يوسف وإنا له لناصحون أرسلهم على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبة إنا إذا لخافرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئن بهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبادا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل تولت لكم أن فتكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تطفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأجلى دلوه قال يا بشرى هذا غنام وأتروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بغف دراهم معبودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لبرأته أكرمي مسواه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر من الناس لا يعلمون ولما بلغ أشجته آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همته وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن المفتي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيب إن كيب كن عظيم يوسف أعرف عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة المرأة العديد تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أغسلت إليهن وأعتذت وأعتذت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن ستين وقالت وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن ني فيه ولقد غاوت ه عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصابرين قال رب استجن أحب إلي مما يدعون لي إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن له حتى حين ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأتي خبزا تأكل الطير منه نبتئنا بتأويله إنا مراك من المحسدين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقود ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي استجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي استجن أما أحدكما فيسري ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأيه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن تبع عجاف وتبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وتبع سنبلات خضره وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تجرعون سبع فنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعطرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله ما قال من نسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيبهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علينا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حفص الحق أن راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهتي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خذائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحتمين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منترون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنغاود علم أباه وإنا نفاعلون وقال لفتيان يجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منعنا الكيل فأرسل فأرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزاد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لم أرسله معكم حتى تؤسون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتيه موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فذاك بك إذنا كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعلت ثقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نسقد صواع الملك ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسز في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كابرين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أكله من قبل فأترها يوسف في نفسه ولم يبذيها لهم قالوا أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما السيئة منه خلطوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن بي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واتأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أتفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفسأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالجين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئتوا من روح الله إنه لا ييئت من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال تغفى استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أعوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل يا ربي حقا وقد أحتنبي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدع من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توثني مسلما وألحقني بالصالحين أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغفة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن استبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون